تصريحات لوزير الآثار المصري خالد العناني أمام البرلمان أعادت النقاش بشأن الآثار المسروقة بعد حملة عراقية لاستعادة الآثار المنهوبة مغاردون اتهموا اللوفر أبو ظابي الذي افتتح مؤخرا بعرض آثار عراقية ومصرية مسروقة من دون أي دليل على أن المتحف الإماراتي يحوي أي قطعة جليبت بطريقة غير شرعية فهناك تعاون إماراتي مصري لاستعادة أي قطع يتبين أنها مهربة الحديث عن سرقة الآثار عن أي بلاد من أي بلاد عربية إن كانت العراق أو مصر أو غيرها احتدم منذ افتتاح متحف اللوفر في أبو ظابي شاهد الناس تماثيل مصرية وأخرى لأول مرة في دول عربية حسن الأمير يغارد قائلا لا توجد أي سرقة للآثار في متحف اللوفر بأبو ظابي الأثار تم جلبها من متحف اللوفر الفرنسي ولكن البعض يحب أن ينشر الإشعاعات عن الدول الناجحة حتى يخفي فشلها هويام الشعراوي من مصر قالت في فيسبوك سرقة الأثار تمت أياما قطاع الكهرباء في المطار تقصد في المطار المصري عشان يعرفوا يهربوها وأيضا هناك تغريدة لأسد الحال مغرد قائلا أسد في متحف اللوفر بالإمارات عرضت الكثير من آثار اليمنية القديمة جدا التي نتمنى أن تعود إلى موطنها فور انتهاء الحرب وعودة الدولة نعود معكم إلى تصريحات الوزير المصري أمام البرلمان اسمه خالد العناني قال أمس 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار أن اللي بفتح الموضوع واختفاء الآثار تم الكشف عنه بناء على طلب مني لمدير المخازن بعمل مراجعة وجرد للمخازن أيضا أضاف أن اللوفر أبوظابي استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي من بينها استرجعت مصر منها 500 قطعة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة ومن هنا في هذه الصور نتعرف على بعض القطع التي يقصدها الوزير في تصريحاته والمستعادة بالتعاون مع الإمارات من بينها عدد من التماثيل البرونزية كما تلاحظون الآن وهي قطع صغيرة الحجم نسبيا من بين القطع المسترد هذا الإناء الفخاري يحمل اسم الملك رمسيس الثالث الذي حكم مصر قبل ثلاثة ألاف عام متحف اللوفر يعرض آثارا مصرية كثيرة وعراقية من حضارات كثيرة طبعا شاهدنا بعض هذه التماثيل في يوم الافتتاح هذه الصور الشهيرة وهي طبعا لفرعون مصري تمثال ضخم جدا مؤسسة متحف اللوفر لم يصدر عنها أي تعقيبا عن مثل هذا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي لكن تقارير صحفية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة العراقية تحقق في الآثار العراقية التي نهبت من البلاد وإمكانية وجودها في متاحف في الخارج ينضم إلي من القاهرة الدكتور علي أحمد مدير عام المضبوطات الأثرية في وزارة الآثار المصرية والخبير في مجال استرداد الممتلكات الثقافية دكتور علي أحمد مرحبا بك كم تقدر نسبة الآثار التي تم تهريبها في فترة ما من فترات مصر إلى الخارج والتي إلى الآن لا تزال مفقودة مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام نبدأ الموضوع من الأول فكرة نهب الآثار ووجود الآثار المصرية خارج البلاد من القرن الرابع الميلادي تعرضت آثار مصر لهجم الشرسة وكانت في هذه الفترة مصر تحت الاحتلال الروماني في الفترات المتلاحقة كان هناك حكام أجانب يحكمون مصر وأعطى من لا يملك لمن لا يستحق حتى منتصف القرن التسعتاشر عندما بدأت الحفاق العلمية وبدأت فكرة إبقاء الآثار المصرية داخل مصر كانت مصر حتى 1983 تبيح الإدقار في الآثار وكانت هيئة الآثار المصرية في ذلك الوقت تعطي تصريح للتصدير اسمح لي أن أكون دقيقا في هذا إذا ما ذهبت إلى متحف لندن هنا سأرى قسم مصريات إذا ما ذهبت إلى اللوفر سأرى قسما كبيرا من الآثار المصرية منها تماثيل عملاقة جدا هل يمكن لمصر بأي حال من الأحوال أن تسترد هذه الآثار أم أن هذه أصبحت حقا لتلك المتاحف أولا هناك قطع خرجت بطريقة شرعية في ظل وجود قوانين ولوائح مصرية وكانت البعثات الأجنبية تأخذ جزءا من الآثار التي اكتشفتها وعليه لا يمكن المطالبة بهذه القطع أما القطع التي يثبت خروجها بطريقة غير شرعية فهي القطع التي لا نستطيع أن نستردها سواء كانت ناتج أعمال حفر غير شرعي سواء كانت قطع مصرقة من مخازن أو من متاح وهناك نقطة أخرى هي اتفاقية سبعين ألف تسعمائة وسبعين هي اتفاقية وقعت عليها مصر وهي اتفاقية اليونسكو لمنع نقل ملكية وتصدير استرادة الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية هذه الاتفاقية تمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية بين قوسين الأثار بطريقة غير شرعية وما يخرج بعد ألف تسعمائة وسبعين يتم استرداده ومشكلة الاتفاقية أنها لا تطبق بأثر رجعي وهذه ضمن الكلاش الاتفاقية أشكرك من القاهرة الدكتور علي أحمد مدير عام المضبوطات الأثرية في وزارة الأثر المصرية شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة